كل سنة وانتو طيبين بمناسبة نهاية 2017 ومناسبة بداية 2018 ويا رب سنة سينمائية سعيد علينا جميعا وما فيهاش افلام لجرار باطلر 2017 كانت سنة سينمائية جيدة جدا في المتوسط العام وفي التنوع وفي تواجد افلام جيدة في كل التصنيفات وفي كل المواسم وده في تقديري يخليها في المستوى العام افضل من 2016 وان كان افضل الافلام في 2016 يظلوا افضل من افضل الافلام في 2017 في عدد من الافلام عليهم شبه اجماع بالتميز وللأسف انا ما جتليش فرصة اني اشوفهم وعشان ما اخرش الحلقة دي اكتر من كده حضطر استبعدهم من التصنيف من الافلام دي وين دريفر ليدي بيرد all the money in the world call me by your name و the florida project كالعادة من قياس التصنيف هو التفضيل الشخصي لمحدتكم واللي مش بالضرورة يتناسب مع التقييمات اللي نالتها الافلام دي في الحلقات بتاعتها ويلا بينا نبتدي مع رقم عشرة شفت الفيلم ده في مهرجان دبي عشان املى فراغ وقت ما كنتش لاقي فيه اي حاجة تتشاف ولكن الفيلم هو اللي ملى فراغ عندي لنوعية افلام عمالة تتآكل امام الرهانات المضمونة سواء نقديا او جماهريا وهو فراغ الافلام اللطيفة اللي بتنقل للمشاهد شعور جيد وده مش معناه انها افلام عائلية ماشية جنب الحيط لميلودي مثلا فيه مشاهد ومواضيع ولغة ما اظنش انها امنة ابدا للمشاهدات العائلية ولكن طريقة تدفق احداث الفيلم والاجواء العامة لفصوله وتكسيد الاطفال ودي يتحطي تحتها الف خط خلوني اعيش واحد من افضل اوقاتي السينمائية في 2017 2017 كانت سنة مليانة على صعيد افلام الابطال الخارقين وعلى صعيد المباراة المستمرة ما بين دي سي ومارفل السنة دي كان فيها خمس افلام ضفعة واحدة ما بين الشركتين والخمس افلام عجبوني بس بدرجات متفوتة بس وانا بحاول استعيد ذكريات الافلام الخمسة عشان اشوف مين فيهم ممكن يخش في التصنيف ثور راجنراك سيطر على تفكيري تماما الثنائيات اللي كونها ثور مع كل الشخصيات تقريبا والكوميديا اللي فيها قدر كبير من التجديد وقدر كبير من المخاطرة وكمان الرسالة الايجابية اللي برضو فيها قدر كبير من التجديد والمخاطرة لانها مش من السبع تمن رسائل اللي متعودين نشوفهم في الافلام ثور راجنراك كان نقصه بس جانب شر افضل شوية ومركزه في التصنيف كان ممكن يبقى افضل من كده كمان لميلو دي مش الفيلم الوحيد اللي دخل التصنيف من مشاهداتي في مهرجان دبي ودا داتوف ستالن لن يكون الاخير السنة دي كان فيها عدد معقول من الافلام الكوميدية وحاجة تانية يعني كوميدية ورومانسية كوميدية واكشن كوميدية ومغامرات داتوف ستالن يتفوق على كل الافلام دي في الشق الرئيسي اللي هو الشق الكوميدي ودا رغم ان تصنيفه الاخر يعتبر الاصعب ما بينهم كلهم لانه سياسي تاريخي وكمان رغم ان فريق بطلتو اغلبهم فوق الستين ومع ذلك قدموا كوميدية سريعة وفيها تحديات جسدية وفيها درجة حيوية مفقودة عند نجوم اثلام اخرى المفروض انهم فعزوهم وطبعا الشق السياسي اللي المفروض انه تاريخي هو الانسب لعكس الايام اللي احنا عايشينها دلوقتي نفضل مع الافلام الكوميدية وحاجة تانية والمرادي الحاجة التانية دي هي رياضي تاريخي برضو حقوقي نسوي ان صح التعبير ورغم ان الشق الكوميدي في الفيلم ده متراجع ولكنه تراجع مقصود امام الشق الدرامي الرائع قصتنا مش مجرد قصة ماتش تانس استعراضي وده رغم ان مشاهده طويلة وواخدة حقها ومتنفذها باتقان وفيها الروح الدرامية بتاعة صراع داود وجلوت او الارنب والزحلفة انا بحاول اتكلم عربي سليم على قد مقدر بس سلحفا دي تقيلة قوي على قلبي خلونا كده نتأمل في روعة كلمة زحلفة لما تتحط في جملة المرتب بيخلص سريع ارنب والشهر بينشي بطيء زحلفة ما علينا Battle of the Sexes هو فيلم اداء تمثيلي في المقام الاول وتحدياته الكبرى هي توصيل رسائل شخصيتنا الرئيسيتين مع الاخلاص للبروفايل بتاعهم لانه ما كانش مكرس بالكامل للرسائل دي وكل دا بدون تلزيق ودرجة النطج في اداء ايما ستون وستيف كرال بقت مرعبة يا جماعة ودي مجرد تفصيلة من تفاصيل كتير هنتكلم عنهم في مراجعة الفيلم ان شاء الله رغم اني معملتش احصاء دقيق ولكن اظن ان فيلم مادر هو اكتر فيلم الناس اتكلمت عنه في 2017 والكلام كان من كل نوع كلام مشجع وكلام محبط وكلام مبسوط وكلام غاضب وكلام فني وكلام تجاري وكلام مستسهل الرمزيات وكلام مستصعبها انا بحترم جدا الافلام اللي بتقلب توقعاتي ليها لاني لما دخلت فيلم مادر ما كنتش عارف ازاي ممكن يعجبني ولكن بجانب تأكيد وعلى انه فيلم مهم على المستوى الفلسفي اثبت كمان انه فيلم متقن ومش خالي تماما من التسلية بعيدا عن الرمزيات ومدى وضحى ومدى تقبل ناس كتير لها الفيلم ده جمع ما بين روعة الاخراج والتكسيد ويفضل المشهد اللي اتكلمت عليه في مراجعة الفيلم وفي حلقة الحرق هو الافضل اخراجيا في 2017 في رأيه التجربة الاخراجية الاولى للكاتب الكبير ارون سوركن كانت متميزة على جميع الاصعدات معدى الاخراج الفيلم بيحكي القصة الحقيقية لبطلة رياضية بتتحول لمديرة صالة امار وبتواجه مشاكل قانونية عصيبة بسبب خطأ صغير بترتكبه القصة حقيقية ومذهلة في تفاصيلها والفيلم بيوفي حق دوافع الضهول دي من اول لحظة اللي فيها افضل افتتاحية لاي فيلم في 2017 لاخر لحظة اللي فيها واحدة من افضل نهايات الافلام في 2017 الفيلم فيه فصول منفصلة كده من بتوع ارون سوركن من اروع ما يمكن وطريقة ربطهم بالخط الرئيسي في منتهى العبقرية الفيلم كمان فيه اداء تمثيلي رائع لجيسيكا شاستين وادريس البة ومن قبلهم كيفين كوستنر بس دا من الافلام اللي اقدر اقول ان مشاكل الاخراج فيه واضحة وهي اللي خليته يجي في المركز الخامس مش مركز افضل من كده كمان ودي برضو واحدة من التفاصيل اللي حنتكلم عليها في مراجعة الفيلم لو كوبو اند تو سترينجز كان مفاجأة 2016 في رأيي فثري بيل بوردز اوتسايد ابنج ميزوري هو مفاجأة 2017 في رأيي المفاجأة مش ان فيلم المارتن مكدوناو من بطولة فرانسيس مكدورمند وودي هارلسن وسام روكويل يطلع حلو المفاجأة في كمية التقلبات اللي موجودة في القصة ما بين كوميديا وسواد والتوقات وصدمات وتحولات في الشخصيات وتحولات في موقفك كم مشاهد من الشخصيات والمدهش هو انك بتسيب نفسك تتسحل مع الاحداث وما بتحسش باي ارتباك او لخبطة والسرف دا هو الواقعية الشديدة ودرجة التناهم اللي موجودة ما بين كل افراد فريق البطولة وهنا انا مقصدش التلات اسماء اللي قلتهم الفيلم دا بطولة جماعية وفيه على الاقل تمن ادوار مهمة وفيه ثنائيات ما بين اغلبهم وكلها فوق الممتازة عندما تجتمع قلة الصياعة مع قلة الاحترام عشان يدونا فيلم جامد زي ما قلت في مراجعته احدث انتجات مصنع اتجر رايت من الافكار المبتكرة والساوند تراك الرائع والايقاع الراقص والكوميديا الدكية والمرة دي ادف لها متردات معقدة ومتقنة وفيها درجة كبيرة من الابتكار برضو والعجيب ان لسه يفضل مساحة لتقديم واحدة من افضل العلاقات الرومانسية في السينما السنادي بيبي درايفر كان من انجح افلام الصيف رغم انه محققش عائدات قياسية وده بسبب ميزانيته المنخفضة التي لا تتناسب مع العدد الكبير من المشاهد الصعبة اللي فيه من المدهش اننا نتخيل ان الفيلم ده لو كانت اخر كام شهر بس كان راح في الوبا بسبب كيفن سبيسي وفضايحه رجاء لكل صانع افلام بيفكر يعمل جزء تاني لفيلمه ارجوك اتفرج على كريد وتفرج على الفيلم ده بليد رانر 2049 مش مجرد محاولة لاستغلال نجاح الجزء الاول لان الجزء الاول اصلا مطير للغط اكتر من انه يتقال عليه ناجح ده السيكل المناسب في الوقت المناسب مع الحبكة العبقرية المناسبة ده فيلم له داعي والداعي هنا كان مجرد نقطة ارتكاز اتبنت عليها طبقات وطبقات من الاداع الفني والتقني اداء تمثيلي وتصوير ومؤثرات بصرية وتجربة سماعية واثارة ودراما وفلسفة ده الفيلم اللي مش نقصه حاجة الا بس ان اقاعك دي بقى اسرع من كده سيكل قبل ما ننتقل للمركز الاول وافضل افلام 2017 في رأيي خلونا نستعرض مع بعض اعضاء القائمة الشرفية واندر وومن شعاع الامل اللي انار الطريق امام دي سي لمدة خمس شهور وبعدين رجع ضلم تاني جيت اوت الفيلم اللي قمته عندي بتزيد كل ما شوفه اكتر امريكا ميد وده الفيلم اللي فاجئني فعلا انه طلع حلو اصلا مقاطيع جيمس فرانكو تلعب يعرفه يعمله سينما حلوة مش مجرد افلام مصخرة ابتكار في تصميم وتصوير المعارك عاوزين اي تاني المركز الاول وافضل افلام 2017 في رأيي هو الفيلم الحربي ابو من غير حرب المثير الهادئ القاسي المناسب لكل افراد العائلة دونكيرك افضل بناء درامي اكتر درجة اثارة وترقب انسب اسلوب سرد احسن صوت احسن صورة واكبر درجة احترام العقلية المشاهد كريستوفر نولن في دونكيرك ما شغلش باله بالزمن المعتاد لكل فصل من فصول الفيلم وحط ثقة كبيرة في تواصل المشاهدين مع لغته ونجاح رهانه كان واضح طبعا سواء على المستوى النقدي او على المستوى التجاري معرفش فرص الفيلم في موسم الجوائز عاملة ازاي بس انا شايف انه يستحق نصيب كبير ولو انتهى الامر بتجاهله كالعادة ابقوا اقوله لنولن انه كسب المركز الاول في تصنيف فيلم جامد يمكن ده يخفف عنه شوية دي كده الايمة والتصنيف وكالعادة ياريت تسهمه في الكومنس بافضل الافلام اللي شفتوها في 2017 عشان نكون ايمة تانية افضل من ايمتي اصلا قائمة على اراء حضرتكم ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وسنابشات وتويتر وباز ولو عاوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي